اشتركوا في القناة اذا سنتعرف اليوم على سبب نقص هذا العدد بشكل مفاجئ من جميع القنوات مهما كانت مجالتها اذا الرسالة التي ظهرت معي على القناة مفادها هو انه في الثالث عشر والرابع عشر كانون الاول اي من شهر ديسمبر 2018 قد تلاحظ انخفاضا كبيرا في عدد المشتركين في قناتك نتيجة لازالة المشتركين غير المشروعين منها مثلا في هذه القناة تم حدف اكثر من 2200 مشترك في يوم واحد فقط ايضا في قناة تقنيات تم حدف حوالي 100 مشترك في نفس اليوم وهو امر غير طبيعي الامر لا يتعلق بالغاء للشركات بل بسياسات يوتيوب الجديدة والتي من خلالها تحول حدف المشتركين غير الشرعيين سواء على القنوات الكبيرة او الصغيرة فمثلا اذا كانت قناتك بها 10 الاف مشترك فقد تجد مثلا العدد تقلص الى 9600 مشترك اي تم حدف 400 مشترك للاشارة يتم تحديد عدد المشتركين في لوحة تحكم اصدار التجريبي من استوديو يوتيوب وفي تطبيقه متوافق مع الاجهزة الجوالة في الوقت الفعلي تقريبا اما في استوديو منشئ المحتوى الكلاسيكي فقد يتأخر ظهور عدد المشتركين لغاية 24 حتى 48 ساعة ويرجع سبب حدف المشتركين من القنوات الى سياسة يوتيوب التي تسعى من خلالها الى ازالة الحسابات المغلقة وبالتالي سيتم حدف الشراكات هذه الحسابات من باقي القنوات وذلك بسبب اعتبار اصحابها مشتركين غير مرغوب فيهم اذا كما تلاحظ الحسابات المغلقة هي حسابات تم اغلاقها من قبل المستخدم او من قبل يوتيوب بسبب مخالفة احدى السياسات الخاصة بها اما المشتركين غير مرغوب فيهم هم مشتركين يتم كسبهم من خلال وسائل اصطناعية مثل شراء المشتركين عبر خدمات خارجية وننصحك اخر كريم اذا كنت منشئ محتوى وترغب بالحصول على الاف المشتركين ان تتجنب شراء خدمات متعلقة بزيادة المشتركين فهي مخالفة لقوانين يوتيوب وبذلك قد تعرض حسابك للحضر او الاغلاق بشكل نهائي ولهذا لن تحتسب الحسابات المغلقة والمشتركين الذين تم تحديدهم على انهم غير مرغوب فيهم ضمن اجمال عدد المشتركين ولن تظهر هذه الاعداد في قائمة المشتركين بما ان هذه الاجراءات اصطناعية فلن تؤثر ازالتها في عدد المشاهدات او وقت المشاهدة ويشير مركز دعم يوتيوب الى انه لا يسمح بعرض الاشتراك في قناة منشئ محتوى اخر فقط مقابل اشتراكه في قناتك او ما يعرف ايضا باسم تبادل الاشتراكات فقد يخسر منشئ المحتوى الذين يعرضون عمليات تبادل مماثلة اعداد المشتركين او قد يتلقون انذارا بسبب مخالفة بنود الاستخدام او قد يتم ايضا انهاء قناتهم وقد تطرقنا الى هذا الموضوع في احدى الحلقات باحته اخبرنا المشاهدين بان تبادل الاشتراكات مخالفة لقوانين يوتيوب ومع ذلك لازلت اتوصل في التعليقات بعدد كبير من الرسائل المتعلقة بتبادل الاشتراكات يعني اشترك في قناتي او اشترك في قناتك للتعرف اكثر على هذا الموضوع يمكنك متابعة حلقة خاصة بتبادل الاشتراكات الرابط الفيديو ستجده في صندوق الوصف ايضا اخي الكريم تركز يوتيوب ايضا في التحديد الجديد على عدم جلب المشتركين بطرق مخالفة بما فيها شراء المشتركين من مواقع ويب خارجية وايضا عن طريق خدمات تبادل الاشتراكات وخدمات مواقع الويب الخارجية التي تجعلك تشترك في قنوات متعددة لتشترك هذه الاخيرة في قناتك في المقابل الى هنا نكون قنتين مشرح حلقة اليوم والتي تعرفنا من خلالها على اسباب حذف المشتركين من القنوات وايضا تعرفنا على قوانين اليوتيوب الصالمة حول جلب مشتركين بدرق مخالفة لسياسات يوتيوب اذا كانت هذه الحلقة مفيدة لك اخي الكريم اختي الكريمة فلا تنسوا دعمنا من خلال الاعجاب بالفيديو مشاركته مع اصدقائكم والاشتراك بالقناة اذا كانت هذه اول مرة تشاهد فيها قناة تقنيات دمتم في امان الله